طيب بمناسبة مباراة النهاردة حقيقة الأهلي والبلدية كان كابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر كان حاضر اللقاء وبقى ده شيء طبيعي الحقيقة للجهاز الفني انه هو يبقى متواجد ممكن الامور بالنسبة لهم انه بيشوف من الملعب افضل وده برضو يعني حاجة تحسب ورسالة يعني بيديها كابتن حسام حسن والجهاز الفني للعبين ولكل الناس اللي بتتابع ان الفترة اللي جاية فيها شغل وبس بالنسبة لي الجهاز الفني يمكن كان فيتوريا بيعملها الحقيقة لكن الوضع هيكون مختلف الحقيقة لكابتن حسام حسن بوجوده دايما في اللقاءات اللي كانت في الفترة اللي فاتت واللقاءات القادمة كابتن حسان كابتن براين كابتن طرق سليمان كابتن محمد عبدالواحد وتواجده النهاردة في المباراة حقيقة محمد عبدالمنهم احد اللعبين بقى المهمين جدا للنادي الاهلي في الفترة اللي فاتت والفترة القادمة يعني واحد من اللعبين بقى اللي هو يعني هو بيبقى موجود والباقي بيتحط سواء بقى ياسر إبراهيم او رمي ربيعة لكن محمد الحقيقة لعب مهم جدا لدفاع النادي الاهلي وان كان ممكن بعض الناس مثلا بتنتقدوا فيه السقة الزيادة لكن هو بلا شك سردباك قوي سردباك من السردباكات يعني المحترمة الحقيقة اللي ممكن في الفترة أو سن الفترة مكنوش موجودين بالنوعية دي لكن ايه اللي هيحصل الفترة الجاية بالنسبة لمحمد عبد المنم اللي فيه عروض كتير جات له سواء بقى من الخليج او حتى من اوروبا وهو عنده هي طموح ان هو يعني يلعب في اوروبا لكن النادي الاهلي ما بعد مباراة نهاية كاس مصر فيه جلسة هتكون لمحمد عبد المنم عشان فكرة يعني رفع الراتب بتاعه او العقد بتاعه في السنين القادمة يعني إن كيس بقى او لو ما حصلش الاحتراف يكون متساوي مع اللعيبة زمانه فيه خيمة العقد اللي بيبقى مثلا من الفئة الاولى محمد عبد المنم تم وعده ب إنه هو ياخد 14 مليون جنيه في السنة بالإضافة إلى عقود خاصة اعلانية ممكن تصل لخمسة مليون جنيه بالنسبة له في الفترة اللي فاتت طيب كهرباء والناس اللي بتتكلم حقيقة إن الكهرباء يعني فيه مشكلة مع الراجل لا الكهرباء الأمور بالنسبة له فنية ممكن مع الراجل شايف إن الأفضل بقى في الماتش بتاع النهاردة إن الكهرباء ما يبقاش موجود يدي الفرصة المودست وحقيقة وسامة أبو علي لأنه نهاردة كل واحد فيهم أحرز يعني وسامة أحرز هدفين ومودست أحرز هدف لكن الماتش اللي جاي ممكن نلاقي كهرباء لعب أساسي متواجد مع الفريق مع طبعا زميله اللي موجودين في خط الهجوم طيب هكمل محضراتكم الأخبار لكن خلينا